ثالثة صباحنا ثانية عشرة بتوقيت جرينتش مجزون إخباري أتيكم نقاهر أهلا بكم تقدم الرئيس السيسي الجنازة العسكرية للواء محمد أمين ناصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر السابق يتقدم بخالص العزاء والمواسات لأسرة الفقيد هذا وتقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء والمواسات لأسرة الفقيد العظيم الذي خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في العديد من المواقع على مدار مسيرته الوطنية المنتدة داعين الله عز وجل أن يسكنه فاسيح جناته ويلهم أسرته ذو زوي الصبر والسلوان أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر مستمرة في مسعيها للدفع بالجهود القلمية والدولية نحو تبني مصاري التهدئة ووقف التصعيد العسكرية في قطاع غزة الذي ستكون له تبعات خطيرة للغاية على المنطقة وأشهد الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي طلقا من مارك روتا رئيس وزراء هولندا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وسريع للحد من المعاناة الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني في غزة وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمين الرئيس السيسي ورئيس وزراء هولندا توفق بشأن أهمية تجنب تساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط بالإضافة إلى تبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع حيث أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد والتي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام وبدء دخول المساعدات إلى القطاع عدت قوافل المساعدات المصرية الإنسانية عبر معبر رفح وذلك بعد تفريغ حمولتها في الجانب الفلسطيني يأتي ذلك استمرارا للدور المصري الكبير في مساعدة الأهل في قطاع غزة نشرت الفنانة أنغام على حسابها على موقع إكس إنها طلقت رسالة تهديد على هاتفها الشخصي مؤكدة أنها لا تنمو إلا عن ضعف وضعت ووضع وقالت الفنانة أنغام أن من أرسل إليها رسالة تهديد محتلين ومختصبين وسفحين وشددة أنه هكذا عرفهم العالم إلى مزبلة التاريخ وأشرت الفنانة أنغام إلى أنها ليست بصدد الدفاع عن مصر لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائزا على جبينهم الذي تبا تنكيسه مشددة أن مصر التي ستظل للأبد كابوسا لن يستيقظ منه ستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على نكستهم وتذكركم دوما بأحلك لحظات عاشها شعبكم وأكدت الفنانة أنغام أن أرض سيناء ستبقى للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتهم النكراء التي سيتم الاحتفال بها من الآن فصاعدا كل ساعة لا كل عام وأشهدت كذلك بشعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق والباقين إلى يوم الدين رغم إبادتهم العرقية الممنهجة قصفت طائرة الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع شفاء طبية وسط مدينة غزة وكذلك محيط مستشفى القدس غرب غزة وأفدت مصادر فلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف بعدة صواريخ محيط مجمع شفاء طبية الذي يحتوي أكبر عدد من الجرحة والتواقم الطبية وكذلك محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى للمرة الثانية وأضفت المصادر أن الاحتلال لا يهدف إلى إحداث إرباك في المنظومة الصحية عبر التهديد المباشر للمستشفيات بالإخلاء والقصف أو من خلال قصف المناطق القريبة استشهد شاب وطفل واصيب آخر برصاص قوات الاحتلال في نابلس كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص والغاز السامى المصيل للدموع لترتفع بذلك حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى ثلاثة وتسعين شهيدا وصلنا مشاهدين إلى ختم الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أركض الظاهر على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة ولكم مني تحية أنا أية طب الله طيب